اهلا بكم مشاهدي ميساة نيوز في الجولة الاخبارية اليومية نبدأ معكم بأهم العنوين المشير طنطاوي والفريق سامي عنان يتقدمان مشيعي جنازة شهداء رفح اليوم بمسجد آل رشدان بمدينة نصر المشير طنطاوي يصدر تعليماته باطلاق النار مباشرة على اي معتد دون اذن مسبق الى تفاصيل الاخبار تقدم المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليوم الجنازة العسكرية الشعبية المهيبة لتشيع جثمين شهداء هجوم رفح بمسجد آل رشدان واكد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي ان الرئيس محمد مرسي انابى المشير طنطاوي لحضور مراسم تشيع جنازة كما شارك في الجنازة نيافة الانباب خميوس القائم مقام البطريارك وشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب والدكتور كمال الجنزوري مستشار الرئيس وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين وعدد من كبار القادة والشخصيات العامة والفنانين وقد بدأت مراسم تشيع الجثامين امام النصب التذكاري بطريق النصر حيث احتشد الآلاف من ابناء الشعب المصري الذين رددوا هتافات مطالبة بالحفاظ على مصر جدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة العهد والقسم على القصاص للشهداء الذين راحوا ضحية الحادث الارهابي على الحدود المصرية بسيناء مهما كلفهم ذلك من تضحيات وكان ادمن المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد دعا في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان دعوة للزفاف الى الجنة دعا كافة جموع الشعب المصري للمشاركة في الجنازة العسكرية لجميع الشهداء بعد صلاة الظهر اليوم امام النصب التذكاري بمدينة نصر واشار ادمن العسكري الى انه لابد من تكاتف الجهود لمعرفة من وراء الحادث وفي سياق متصل اكد الرئيس محمد مرسي على ضرورة نشر الامن في جميع مناطق محافظة سيناء وتطهير المناطق الحدودية من البؤر الاجرامية في اسرع وقت وشدد مرسي على ضرورة تكاتف ابناء القبائل مع الامن لمعرفة مواقع كل البؤر الاجرامية التي تخطط لتدمير مصر ومن جانبه اصدر المشير تنطاوي تعليماته للقوات المسلحة وامرهم بالتعامل مع اي معتد باطلاق النار مباشرة دون اذن مسبق للاخذ بفقر زملائهم كلمة ناخد بطارنا دي كلمة جد ناخد بطار بتاتلوا دي واحد بطار العدوان على الوطن وعلى كرامتنا اثنين تأمين اهل البلاد وحدودنا وده حقنا وحق اهل البلاد في تأمين هذا كله كله كلام واضح بالنسبة لكم ولكياداتكم كلها مفيش هوادى ولا تردد في الموضوع مش لمدة يوم واثنين على طول بعد الشهر وصلت الى مستشفى العريش العام امس ست جثث لمنفذ عملية الهجوم على قوات حرس الحدود برفح واكد مصدر امني ان الجثث هي لمن كانوا في المدرعة المصرية التي تم اختطافها والدخول بها الى الاراضي الاسرائيلية حيث قتلتهم القوات الاسرائيلية وتم تسليم جثثهم امس الى الجانب المصري عن طريق منفذ العوجة البري ومن جانبه صرح مصدر طبي بان معظم الجثث متفحمة وانه جاري عمل الاجراءات اللازمة لتحديد هويتهم اصدر نيافة الانباب خميوس القائم مقام البطريارك بيانا يشجب فيه الاعتداء الذي حدث على الجنود في سيناء والذي راح ضحيته ستة عشر شهيدا واصيب تسعة آخرين واشار البيان ان من قام بهذا الاعتداء جماعة من الارهابيين ينكرون فضل مصر على امتنا العربية التي قدمت الاف الشهداء دفاعا عن قضايا اوطاننا العربية وقدم الانباب خميوس خالص عزاء الكنيسة لمصر كلها ولأسر الضحايا ولن تجعلنا نتخلى عن قضيانا التي نحن مسؤولين عنها امام الله والوطن في حاضرنا ومستقبلنا تعقد لجنة الشؤون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشورى اجتماعا طارئا اليوم لبحث تباعيات هجوم رفح الارهابي ومن ناحية اخرى اعلنت مصادر اسرائيلية ان معبر كرم ابو سالم الحدودي بين اسرائيل وقطاع غزة ومصر اعيد فتحه صباح اليوم وذلك لأول مرة عقب هجوم رفح وافادت صحيفة جيروساليم بوست الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي قرر اعادة فتح المعبر عقب التأكد من الحالة الامنية بالمنطقة قالت جماعة الاخوان المسلمين ان الجريمة التي وقعت في سيناء يمكن ان تنسب للمساد الاسرائيلي الذي يسعى لاجهاد الثورة منذ قيامها وفي السياق ذاته اتهم اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة اسرائيل بالمسئولية عن الهجوم وفي المقابل نفت وزارة الخارجية الاسرائيلية اتهام جهاز المخابرات بتدبير الهجوم الذي تعرضت له رفح وقال الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز ان لمصر واسرائيل مصلحة مشتركة في ضمان الهدوء على امتداد الحدود بين البلدين مؤكدا ان اسرائيل ستواصل العمل على ضمان الهدوء في المناطق الجنوبية وفي سياق متصل اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد الرسمي اليوم على ارواح شهداء الجيش المصري وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا ان ابو مازن امر بتنكيس الاعلام على المؤسسات الرسمية والصفارات الفلسطينية بالخارج وكان عباس قد ادان الهجوم مؤكدا تضامنه وحرصه الشديد على امن وسلامة مصر وشعبها واحترام سيادتها واشار الى ان الحادثة رغم فدحته لن يزعزع عمق العلاقة الرسخة بين الشعبين الشقيقين وصل الى القاهرة صباح اليوم حميد بقائي النائب التنفيذي للرئيس الايراني في اول زيارة من نوعها لمسؤول ايراني لمصر منذ ثورة يناير وتستغرق الزيارة عدة ايام يلتقي خلالها المسؤول الايراني الرئيس محمد مرسي لبحث فتح سفارة مصرية بطهران والبدء في عملية التبادل التجاري وتشجيع السياحة بين البلدين واعلن بقائي انه سيسلم دعوة رسمية للرئيس مرسي لحضور اجتماع قمة دول عدم لانحياز المقرر انعقاده بطهران يوم الحالي والثلاثين من اغسطس الجاري تقوم اللجنة العامة لاختيار رؤساء تحرير الصحف اليومية القومية والمكونة من ثلاثة وثلاثين عضوا بالتصويت اليوم على اختيار رؤساء تحرير ثلاثة وخمسين اصدارا ويتم التصديق عليهم اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى وكان رضا فهم عضو اللجنة العامة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية قال ان رؤساء الصحف الجدد لن يكون اي منهم من الاخوان مؤكدا ان الاختيار سيكون للاكثر كفاءة ولا يشترط ان يتم اختيار الحاصل على اعلى درجة وسيتولى رؤساء التحرير مهام مناصبهم عقب اعلان النتيجة مباشرة الى اخبارنا الاقتصادية حيث تباينت مؤشرات البرصة لدى اغلاق تعاملات اليوم لتربح نحو مليار جنيه في مواجهة لاستمرار اتجاه تعاملات الاجانب الى البيع بينما اتجه التعاملات المصريين والعرب نحو الشراء وعلى صعيد المؤشرات القياسية ارتفع المؤشر الرئيسي اي جي اك فيرتي بنسبة 55 من المئة بالمئة وفي المقابل تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة اي جي اك سيفنتي بنسبة 21 من المئة بالمئة في حين ارتفع مؤشر اي جي اك سيفنتي محدد الاوزان النسبية بنسبة 79 من المئة بالمئة وإلى آخر الاوضاع في الشأن السوري حيث تواصلت الاشتباكات العنيفة اليوم بعدد من احياء مدينة حلب بين الجيشين الحر والنظامي واحكم الجيش الحر سيطرته على ساحة صعدال الجبري بقلب حلب فيما تعرضت احياء اخرى للقصف وافاد شهود عيان ان طائرات مروحية تابعة للجيش النظامي قصفت قلب مدينة حلب للمرة الاولى وانها تعرضت ايضا للقصف بالرشاشات الثقيلة هذا مما دفع المراقبين الدوليين لمغادرة حلب والعودة الى دمشق بسبب تزايد اعمال العنف هناك وميدانيا قتل مئة شخصا اليوم برصاص قوات الامن معظمهم في دمشق وريفها وحمص وذلك تزامنا مع اعلان الجيش السوري الحر ساعة الصفر في مدينة حلب من ناحية اخرى حيث تعقد ايران اليوم اجتماعا طارئا لأكثر من عشرة من دول الجوار للتشاور حول الوضع في سوريا واعلن نائب وزير الخارجية الايراني ان بلاده على قناعة بان الازمة السورية لن تحل الا عن طريق المصالحة الوطنية الشاملة ومن ناحية اخرى وصل سعيد جليلي ممثل المرشد الاعلى لايران اليوم الى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الاسد لبحث الوضع في سوريا وذكر التلفزيون الايراني ان جليلي سيلتقي الاسد ومسؤولين سوريين كبارا اخرين وانه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد ذلك قال مسؤول في الجيش النيجيري ان مسلحين اطلقوا النار داخل كنيسة في وسط البلاد وقتل ما لا يقل عن تسعة عشر شخصا واصيب اخرون واضاف المسؤول ان قصة قتل في الهجوم وان السلطات لا تزال تبحث عن الجناه الذين يعتقد انهم فروا الى الاحراش القريبة كان مسلحون قد اقتحموا مبنى الكنيسة في بلدة اوتيت بولاية كوكي حيث كان المصلون يكتمعون للصلاة في وقت متأخر من مساء امس ولم تعلن اي توجه مسؤوليتها عن الهجوم حتى الان ولكن يشتبه في جماعة بوكو حرام المتشددة لقيامها سابقا بعدد من الهجمات على الكنائس في نيجيريا نصل الى اخبارنا الرياضية احرز البطل المصري كرم جابر الميدالية الفضية في المصارعة الرومانية بدورة الالعاب الولمبية امس بعد خسارته امام نظيره الروسي في الدور النهائي واهد البطل الولمبي الفضية التي احرزها الى ارواح الدباط والجنود الذين قتلوا على الحدود المصرية كما قال جابر انه اهدى الميدالية الى الشعب المصري والجماهير الغفيرة التي دائما ما تقف خلفه وتسانده مؤكدا انه سيسعى بكل قوة للحصول على ذهبية اولمبياد البرازيل 2016 وانه لن يعتزل حتى يحقق هذه الامنية وعلى صعيد المتصل تأهل العداء المصري حماد احمد لنصف نهائي سباق 800 متر عدو بالاولمبياد بعد تصدره مجموعته في السباق الذي اقيم امس لنهاية اخبارنا الرياضية نكون قد وصلنا مع حضراتكم الى نهاية جولتنا الاخبارية اليومية شكرا لكم والى اللقاء